زيكو يا جماعة عاملين ايه يا رب تكون كل حاجة كويسة ناس كتير جدا ممكن تفوت ناس كتير دي مش في مصر ناس كتير برا مصر ناس بالتأكيد ما هماش مصريين ممكن يفوت لكن مصر ما بتفوتش لبس عايزة رجعك يعني ايه مصر خدت قرار انها مستعدة تمشي الخط لحد اخره مش بس فيه انها تحرر سينة اللي تم احتلالها في 67 وحررناها زي الفل لا دا لما كمان قالت بس اصل الحتة بتاعت طابة 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 مين ولا سانتي لا افراط ولا تفريط ده السابت المصري الجيش المصري ما بزلش دمه هدر نهار دا الرئيس لما كان موجود في اكاديمية الشرطة وتكلم عن الشهداء اللي بزلوا دمهم وارواحهم الغالية علشان رمل البلد دي انا في الاخر خلص هفرط فيه ازاي يعني لكن اللي كانوا مستعدين يفرطوا معروفين وازن انه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن شهدته موجودة مبروزة لاجل التاريخ وقال انه محمد مرسي الله يرحمه انه محمد مرسي هو تكلم معافي ده مخطط علشان خاطر طب ما تيجو نعمل تبادل وندخل الناس الفلسطينيين في غزة ندخلهم على ارض سينة صحيح مش هيبقى كلها لكن جزء منها وانا هنا لازم افكرك بس بنقطة فاكرين لما كان رحمة الله عليه بقى محمد مرسي هو فدر الحق يعني انه محمد مرسي لما كان بيجهز هو وجماعة الاخوان المسلمين للقانون المتعلق بما اطلق عليه انا ذاك اقليم قناة السويس وخبلك الفرق ضخم مما بين المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وما نقوم به من تنمية ودفع للعجلة الاقتصادية وما بين قالك اقليم قناة السويس ومن ما امتى في مصر عندنا حاجة اسمها اقليم قناة السويس طب وهذكرك بالتلاتين مادة اللي صغهم محمد مرسي والاخوان ومستشاريهم واصدقائهم واللي وقتها انا اتذكر جيدا مقالا طويلا واضحا مفصلا في جريدة الشروق ويمكن استاذ عماد الدين حسين ابن المحترم بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق يتذكر ذلك كان كاتب المقال هو صاحب المعالي المستشار طارق البشري الف رحمة ونور وكتب تفصيلا دقيقا لهذا القانون مفصلا اياه بالحرف والكلمة بكل ما اوتي من علم في القانون وفي الصياغات الدستورية وهو كان احد اهم علماء واسدت وجهابزت القانون في مصر يعني الله يرحمه يا رب واقدر اقول لك ما بين قصين وبالعمية الدارجة بالمصر الفصيح كده ستشار طارق البشري شلضم هذا القانون من المادة الاولى لحد المادة تلاتين والشروق لسه موجودة وموقعها لسه موجود والمقال لسه موجود وتقدر تروح تراجعه اللي عاوزين يفرطوا في سيناء هم الاخوان واللي شباههم طيب والاحتلال يريد ان يدفع باهلين الفلسطينيين الى سيناء بالتوافق مع الاخوان واللي شباههم والاخوان واللي شباههم وريسهم الله يرحمه هم اللي راحوا للرئيس الفلسطيني يتفوضوا معاه على ده فيه فرق كبير ما بين انه تبقى قضية المركزية هي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وانه تبقى هي المصار اللي انا طول الوقت بأكد عني بكلمك انا كمصر انا كمصر واكد دائما على مصار الحل السلمي والسياسي النهائي والعادل والتأكيد على مبادرة يعرفها العالم اسمها كده وبالمناسبة تقدر ترجع لصحف بريطانية كتبت هذا المصطلح مبادرة السيسي او رؤية السيسي للحل اسمها كده اللي هي ايه حل الدولتين على حدود اربعة يونيو اربعة يونيو لا خلي اربعة بتاعتنا اللي هي تبقى كده اربعة يونيو 1967 يعني قبل خمسة يونيو وانه القدس الشرقية تبقى هي عاصمة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة بس نقعد بقى على الترابيزة لإقرار هذا الحل اي حاجة تانية لا طيب اذا الفرق ما بين ايه و ايه ما بين ان انا امشي في هذا المصار وانه دي قضياتي المركزية وانه الرئيس المصري قلل الله مسعيه الحقيقة وخطاب كل النجاح يا رب والتوفيق بانه يفضل ساعي في هذا الموضوع بمنتهى الاسرار وبعزيمة خالصة وبجهد مضني وفي اي محفل دولي او عربي او حتى في خطاباته داخل الحدود المصرية حتى الموجه منها للمجتمع المصري مش بس لا الاقليم والمنطقة العربية او العالم فانه يفضل طول الوقت بيسعى في ذلك يعني مستخدما في ذلك ثقلوا الدبلوماسي وثقلوا السياسي وثقل مصر الدولي كل دا كوم وان انا اقبل حلول التوطين وتبدل الاراضي واصل صفقة المش عارف ايه اشتركوا في القناة